السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في نشرة جوية خاصة إذن نترقب افتراب جوي نشيد جدا سيعمل على تشكل ركاميات ضخمة بدايتها صحب مدارية صاعدة من المناطق الاستوائية ستتشكل في البداية بالجنوب الغربي وتبدأ في الزحف تدريجيا إلى وسط البلاد لتصل إلى شرق الوطن وتتصادم هناك بطيارات شمالية شرقية تعمل على تشكل رقعة صغيرة ذات منخفض قطع في وضعية رجعات شرقية متتالية تستمر إلى غاية أمسية السبت وعليه بالتفصيل وبالتدقيق المناطق المعنية بدقة هي أنعامة شمال بشار البيض الأغواط شمال غردايا جنوب الجلفة جنوب لمسيلة أولاد جلال وبسكة كميات الأمطار هنا بين 10 إلى 30 مليمتر صلاحية النشرية إلى الساعة السابعة من مساء الجمعة مناطق أخرى معنية بالتحذير خطر تشكل السيول والفيضانات الطارق عنابا سكيكدا جيجل شرق بيجايا شرق سطيف ميلا قسنطينا غالما شمال سوقهراس وباتنا كميات الأمطار هنا بين 40 إلى 80 مليمتر وقدصل إلى 100 مليمتر في مناطق محصورة فقط خاصة السواحل الشرقية أمطار غزيرة لا ترقى لدرجة الإنذار جنوب سوقهراس أم البواقي خنشلة تبسة غرب بيجايا برج بواري ريج تيزي وزو شمال البويرا بومردس شمال لمدية البوليدا العاصمة تيبازا شمال عين دفلة كميات الأمطار هنا بين 10 إلى 40 مليمتر صلاحية النشرية من صبيحة الجمعة إلى ليلة السبت بالنسبة للثلوج مرتفعات الأوراس شيليا جرجرة البابور تساقط دون تاراكم أو تاراكم ضعيف فوق ألفين متر شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء شكرا على جزيح والمتابعة شكرا على جزريك دمنا السفر شكرا على جزريك المتابعة